تتواصل في مدينة شارم الشيخ فعليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي ونظمت مصر جلسة النقاشية بعنوان دور التكنولوجيا المالية في إطلاق تمويل المستدام والأخضر في رابع أيام فعليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي تحت شعار حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا انعقدت الجلسة النقاشية التي نظمتها مصر بعنوان دور التكنولوجيا المالية في إطلاق تمويل المستدام والأخضر للتكنولوجيا المالية دور في إطلاق تمويل المستدام والأخضر عن طريق توفير جانبين الأول هو الوصول إلى المعلومات وإصدار تقارير التوقعات المالية والجانب الآخر في الوصول إلى الشمول المالي الحقيقي والنمو الأخضر والقضية المحورية في هذا الصدد هي الاتجاه للاقتصاد الأخضر عن طريق توجيه الموارد المالية إلى المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية المستدامة خلال الجلسات ترحت القضايا المتعلقة بالتكيف المناخي وأفاق الوصول إلى التمويل الأخضر كذلك سبل تشجيع وحشد استثمارات القطاع الخاص للتوسع والنمو في هذين المجالين الهمين لتحقيق تنمية المستدامة للقرة الإفريقية إنه من الأمور المهمة كثيرا كيفية استخدام التكنولوجيا المالية في تحويل الكثير من المشروعات الخاصة والمدن الذكية مثل العاصمة الجديدة للعمل بنظام التكنولوجيا كما تطرح هذه التقنيات فرصة للانطلاق نحو أسواق أخرى في القارة الإفريقية وشهدت الاجتماعات إصدار تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية بشأن تعبئة التمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا ترجمة نانسي قنقر